ما أغرب معركة حدثت في التاريخ عندما هزم الجيش النمساوي نفسه في معركة كارن سيبيش كانت الدولة العثمانية تخوض حربا في ذلك الوقت على جبهتين الجبهة الروسية ضد جيش القيصر وجبهة أوروبا الشرقية ضد أمبراطور النمسا تسببت في إنهاكها تلقى الجيش العثماني ضربات قاسية خاصة في الجهة الشرق أوروبية مما أدى إلى خسارته العديد من المناطق والتراجع محاولا الاكتفاء بإقامة اتفاقية سلام بينهم وبين النمسا كان الجيش النمساوي أيضا يعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في تنوع الجنسيات في جيشه فضم مقاتلين من النمسا وألمانيا وكرواتيا وصربيا وبولندا مما سبب صعوبة في التواصل لتعدد لغاتهم وفي أثناء أحد الدوريات الكشافة وجد الجنود قرية من الغجر عرض عليهم أهل هذه القرية طعاما وخمرا فقبلوا وأقاموا احتفالا على أطراف القرية وحين حاول بعض زملائهم الانضمام إليهم رفض الجنود المحتفلون بحجة أن الخمر لن يكفي الجميع فقامت بينهم مناوشات أطلق فيها أحدهم النيران وصل صدى النيران إلى المعسكر الأساسي للجيش النمساوي فظنوا أن الجيش العثماني أخترقوا اتفاقية السلام وأغار عليهم فبدأوا بإطلاق النار على الجنود المحتفلين حاول أحد الجنود المحتفلين وكان ألمانيا توضيح الخطأ فصاحة حالت أي توقفوا ولكن الجنود الآخرين سمعوها الله وهي كلمة أشتهر بها الجند العثمانيين وعندما استحالوا إيقاف الأمر رد الجنود المحتفلين بإطلاق النار واستمروا على هذه الحال يوما كاملا خسر الجيش النمساوي عشر آلاف جندي وأفنى نفسه عن بكرة أبيه ترجمة نانسي قنقر